هل يمكن أن تغير مجموعة بريكس الاقتصاد العالمي؟ تشكل دول مجموعة البريكس الخمسة مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم ونحو 42% من عدد السكان بأكثر من 3 مليارات نسمة لدى تلك الدول أيضا ثقلا اقتصاديا لا يستهان به فقد بلغت حصة بريكس من الناتج الإجمالي العالمي نحو 37% بما يزيد عن 60 تريليون دولار لتتفوق على التكتل الغربي المنافس لها والمعروف باسم مجموعة السبع الكبار والذي لم تتجاوز حصته 30% من الناتج العالمي ومن المتوقع أن ترتفع نسبة دول بريكس من الناتج العالمي إلى 45% بحلول عام 2040 مع زيادة ناتجها المحلي وانضمام مزيد من الدول إليها بريكس التي بدأت بخمسة دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا توسعت وضمت إليها دولا جديدة من بينها أكبر اقتصادات المنطقة العربية مثل مصر والإمارات لتحمل المجموعة اسما جديدا هو بريكس بلاس تنعقد قمة دول بريكس في روسيا بحضور أكثر من 20 زعيما من مختلف دول العالم والطموحات عالية بتغيير النظام العالمي اقتصاديا وربما أيضا سياسية فالمجموعة التي تحولت إلى ناد عالمي مؤثر تسيطر على 80% من إنتاج النفط العالمي وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات وتتحكم في أكثر من 50% من الاحتياطي العالمي من النقد والذهب وهذا يعني أن لدى المجموعة أوراقا هامة يمكن أن تدعم طموحها في التخلي عن الدولار أو على الأقل القدرة على تحديه والتقليل من تأثيره السياسي عليها بالتبادل التجاري فيما بينها بالعملات المحلية والمجموعة بينها روابط فريدة من نوعها ما بين الدول الغنية بالموارد مثل النفط والمحاصيل الزراعية وتلك التي تملك البنية الصناعية القوية وأيضا الأسواق الضخمة وأنشأت أيضا بنك التنمية الجديد المنافسة للبنك الدولي برأس مال 100 مليار دولار حيث يمكن للأعضاء إقراض بعضهم البعض في حالات الطوارئ سيقود إذن الصعود السريع لمجموعة دول بريكس إلى تغيير الاقتصاد العالمي ولو على المدى البعيد لهذا كان الحضور العربي في التحالف الاقتصادي الكبير رهان على المستقبل حيث العالم أكثر تنوعا انضمت الإمارات إلى بريكس بثقالها الاقتصادي كثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي وجاء انضمام الإمارات إلى بريكس كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الدولة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المتعدد الأقطاب وبما يمثل إضافة قوية تعزز التكتل ومستهدفاته الرئيسية وتسعى الإمارات من خلال عضويتها في هذا التكتل إلى توسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كدولة ذات قوة اقتصادية عالميا والوصول إلى المزيد من الأسواق وتوسيع مجالات تنويع اقتصادها الذي يعتبر من بين الأفضل في الشرق الأوسط اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم من أكثر الاقتصادات قوة ونمو وسنسعى خلال المرحلة المقبلة في إقامة شراكات استراتيجية عن مختلف دول العالم أما مصر فكان انضمامها لبريكس فرصة كبيرة للانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم وترسيخ العلاقات معها وفتح مزيد من الأسواق سواء لتوفير احتياجاتها الأساسية وجذب الاستثمارات المباشرة أو التصدير لتلك الدول إضافة للتعاون مع دول التكتل في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية وتتفق سياسات مصر مع استراتيجية بريكس في ضرورة وجود عالم متعدد الأقطاب ومتنوع اقتصاديا يدعم أطرافه بعضهم البعض بدلا من التنافس الذي يعرقل النمو الاقتصادي العالمي الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم أوضحت بملادع مجال للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطابة الانتقائية التي أطحى النظام الدولي يتسم بها مجموعة بريكس تتوسع والرهان على قدرتها في تغيير مستقبل العالم يتزايد خصوصا مع التطورات التي يشهدها العالم والتي تؤكد أن التغيير باتجاه نظام عالمي جديد أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى